هل للعمرة طواف وداع؟ الصحيح أنه ليس لها طواف وداع يعني ليس لها طواف وداع واجب ولكن من المستحسن أنه يطوف للوداع من باب الاستحباب لا من باب الوجوب أما الوجوب فلا يجب طواف الوداع إلا في الحج نعم يقول السائل ما حكم استعمال الحناء في لحية ليس فيها شيء لا حاجة إلي استعمال الحناء مع عدم وجود الشيء هذا من العبث لا حاجة إلي إنما يصبغ الشيء فقط نعم